السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معنا في منوعات ريحانة الجنة. اه كل سنة طيبين رمضان على الابواب. اه ان شاء الله هنبدأ مع بعض النهاردة. هنعمل تجهيزات لرمضان. نعمل شوية حاجات كده ونشيلها في الفريزر بحيس ان هي تساعدنا في رمضان. اه يبقى عندنا وقت ان احنا نصلي او ان احنا نقرأ قرآن. اه ونشوف مع بعض المكونات بتاعتنا. اول حاجة ان شاء الله هبدأ بيها اه ان انا هفرم توم وهحطه في الفريزر. وهفرم في الفل حامي. بس يا الحقيقة انا ما صورتش الحاجات بتاعتي قبل ما افرمها. بس انا هقول لكم على الطريقة. اه هنبدأ بالتوم. بسم الله الرحمن الرحيم نجيب كمية من التوم. اه نقشرها. واتحطها في الكبة ونضيف عليها كمية من الملح. اه يعني مسلا لو انا جبت كيلو توم هقشره وهضيف عليه حوالي خمس معالق ملح. وابتدي احطه في برطمونات واشيله في الفريزر. تاني حاجة في الفل حامي. بجيب برضو كيلو في الفل حامي. وآآ بحط عليه كمية من الملح بادرابه مع مع بعضه في الكبة بس مش دار بجامد او عشان ما يتعسرش. وهعبيه في برطمونات وهشيله في الفريزر. دي اول حاجة. تشوف مع بعض تاني حاجة. تاني حاجة معنا النهاردة. انا جبت كيلو لحمة مفرومة. وبشرت عليه بصلاية كبيرة. وبشرت عليه تمطمونات وحطيت عليه ملح وفلفل. آآ هعملها لحمة مع الصاجة. عصاجها على النار وهحطها في كياس. برضو هشيلها في الفريزر لاستخدامات رمضان ان شاء الله. آآ احتاجها في المكارونة بشاملة او جلاش باللحمة المفرومة. او بيتزا. آآ اي شيء بحتاج فيه اللحمة المعصاجة بتبقى عندي جاهزة وتوفر عليها الوقت. آآ نيجي الحاجة كمان. آآ برضو جبت كيلو لحمة مفرومة وبصلت عليه آآ بشرت عليه بصلاية صغيرة. وحطيت عليه ملح وفلفل. آآ هعملها آآ صوابة. تبقى كفتة. وهشيلها في الفريزر برضو في اطباق فوم. واكيزها وهشيلها في الفريزر في اطباق فوم. تبقى عندي جاهزة. بحيس ان انا اطلعها على التسوية على طول. انا كده عبيت المكونات بتاعتي اللي هو الفلفل المطحون بالملح والتوم. آآ هشيلهم في الفريزر. الحاجات دي بتقعد عندي بالسنة. ما بيجرلهاش حاجة. مدام متشالها في الفريزر بخرجها. اخد منها على قد الاستهلاك وادخلها الفريزر تاني على طول. ما تسيبهاش لما تفك عشان ما تبصش. دي ممكن تقعد عندي بالسنة. ما يجرلهاش اي حاجة. آآ دي اول حاجة احنا عملناها مع بعض. بنيجي للكفتة بتاعتنا بعد ما خلصناها وتبقناها بالتدبيلة اللي انا قلتها في الاول. انا عندي السيخ ده. واجبت طبق فبك. آآ هبتدي اصبع الكفتة على السيخ ده عشان تبقى نفرغها من جوه عشان متاخدش وقت في التسوية. وهحطها هنا في الطبق ده وهشيلها في الفريزر. هنبدأ مع بعض كده اول حاجة ان شاء الله. هعملها زي ما احنا شايفين بالشكل ده. اهو. وهبتدي ارصها في الطبق بتاعي. زي ما احنا شايفين كده. انا كده خلصت المقدار اللي كفتة بتاعتي. لو حابة احطه في طبق واحد ماشي. لو حابة احطه في طبقين ماشي. انا كده عملت نص المقدار في طبق. آآ هجيب كيس نضيط زي ده. وهدخل فيه الطبق. بتاعنا كده. وهقفل الكيس بتاعي كده اتنيه كده. اهو. يبقى كده جاهز للاستخدام محصوط عندي في الفريزر في اي وقت اخرجه. قبل الاستخدام مسلا بساعة او بنص ساعة. وهجيبها ارصها في الصينية بتاعتي او في الحلة وهسوي. وقادي اللحمة بتاعتي خلاص اه تعصاجت. سبتها في الحلة كده لما بردت خالص. هجيب كيس في الحجم ده. هو حجم اللي بياخد الكيلو. هفضيها فيه. وقادي اللحمة بتاعتي بعد ما فضيتها في الكيس. بفرد الكيس كده كويس عشان ما يخدش عندي مكان في الفريزر. وبطلعها قبل الاستخدام بشوية. وكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.